ماذا يعني الانتماء لمكان ما؟ أو بالتحديد مدينة ما؟ وهل يتغير الشعور بالانتماء عند تغيير المدينة؟ دمشق؟ باريس؟ ما هو الفر؟ هل هو الطعام؟ أم النظام السياسي؟ أم الفرق الوحيد هو اللغة؟ وهل صحيح ما يقال أن كل لغة نتعلمها نكتسب شخصية جديدة؟ فأنا أتكلم ثلاثة لغات مدينة الجديدة باريس كي منية؟ هل هي الشعور اللطيف الذي يرافقني أثناء التنزه على ضفة نهر السين؟ أم هي شعور الغضب والخيبة من الضغوطات المتولدة عن الانتظار الطويل للحصول على الأوراق الرسلية؟ أم هي الرغبة بالركض الناتجة عن شعور التوتر غير المبرر للحاق بالمواصلات الحامة؟ أم هي كالانتظار في أنفاق محطاز المترو؟ أم شعور التحدي أثناء قيادة الدراجة الهوائية في ماراتون الزحمة المرورية؟ أم هي الرائحة الزكية للخبز الفرنسي الشاهد؟ أم هي الانتظار لطيف على أبواب السينما الباريسية العريقة؟ باريس؟ كل ذلك باريس؟ في البداية عزلة ثم خوف فالكثير من الهم وكم تأمون باريس؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر